أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات لسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد سعيد مدير الدوان الأميري لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات لاستعراض خطة التوسع المستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز وخلال الاجتماع تم استعراض الاتفاق المبدئي بين الحكومة وإمارة الفجيرة وشركة بروجل الاستثمارات والغاز بشأن إنتاج وتغزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته